أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تتابع عن كثب التطورات السياسية والتنموية في الصومال وجاء تصريحات مدبولي خلال ترأسي لجلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصومالي حمزة بري بمقر مجلس الوزراء لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة هذا وقد أكد مدبولي تضامن مصر الكامل مع التحديات التي تواجه مقدشيو ومن جانبي أكد رئيس وزراء الصومال أن بلاده تمتلك ثروة حيوانية تقدر بأربعين مليون رأس ماشية بالإضافة إلى ثمانية ونصف مليون هكتار من الأرض الزراعية معربا عن تطلعه للتعاون مع مصر في مختلف المجالات